أطلق صباحا اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي بمقر الجمعية الكائن بحي غاسي أعمال اليوم الإخبار والتوعوي لصالح النواب ومساعدهم حول أهداف التنمية المستدامة في البلاد وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لدى البلاد محمود حسن سنبو تفاصيل بعد إنشائها اللشنة البرلمانية الخاصة بالجمعية الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في يونيو عام 2016 ذلك وفقا لتوصيات المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات الذي عقد في نيورك عام 2015 والذي من ضمن توصياته مطالبة حكومات بإشراك البرلمانات في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة فقد نظمت هذه اللشنة الخاصة هذا اليوم الإخباري والتوعوي لصالح النواب ومساعدهم لجمعية الوطنية بحيث أن اللشنة تهدف من وراء هذا اليوم إلى تعوية النواب حول مختلف المسائل والرهانات المرتبطة ببلوغ أهداف التنمية رئيس اللجنة عيسى مردو جابر عوضح بأن اللشنة تهدف إلى جمع المعطيات وإبلاغ لجمعية الوطنية بمختلف المعلومات المتعلقة بتنفيذ الخطط الخامسية التي لها علاقة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة ومن شانب آخر وأن تنظيم هذا اليوم الإخباري جاء بالتنسيق مع مكتب برامج الأمم المتحدة بالبلاد فقد أكد الممثل المقيم بأن البرنامج سيقف بجانب الحكومة الجادية والبرلمان على حد سواه في تنفيذ البرامج الإنمائية بشاد الدكتور هارون كابادي رئيس الجمعية الوطنية الذي أطلق فعاليات هذا اليوم الإخباري والتوعوي لصالح النواب حول أهداف التنمية المستدامة في تشاد دعا المشاركين إلى مناقشة مختلف المواضع التي تسهم مساهمة فاعلة في تنمية البلاد أقيم هذا اليوم الإخباري بقصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية بحارة قاسي